مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية فيديو اليوم رح يكون عن الزمن الماضي في اللغة التركية لكن أي زمن ماضي منهم في عنا اثنين زمن ماضي يعني نوعي للزمن الماضي غير عنا بالعربي في اللغة التركية في عنا زمن ماضي بكون أنا شاهدة عليه يسمى الشهودي يعني أو هكذا أنه أنا بشوف يعني أنا لما أحكي عن شي صار بالماضي فأنا كنت حاضرة لهذا الفعل يعني أنه أنا شفت الشخص الفلاني عم يعمل كذا شفت هذا الشي صار تمام؟ أما لما ما بكون شاهدة على هذا الشي أنا ما أشفته بعيني بس أنا سمعته سمع أو حدا نقل لي يا أو أنا قرأت أو أنا عرفته من حدا تاني فهذا بيكون ماضي تاني مو اليوم رح ناخده رح ناخد اليوم الفعل الماضي الماضي اسمه قيتش مش زمان كيف بدي أصيغ الفعل باللغة التركية؟ أول شيء بدي أضيف الفعل جذر الفعل بأحرى بدون أي إضافات زائت لاحقة الزمن لكل زمن فيلاحقة كل زمن فيلاحقة تعبر عنو مثلما أخذنا بالشمديكي زمان المرة الماضية لاحقة الزمان هي يور ما يسبوكه بحرف صوتي يعني لكل زمن فيلاحقة تعبر عنو هناك يتعني الجذر الفعل زائد لاحقة الزمن زائد لاحقة الضمير الشخصي باللغة التركية ما بيكفي قلت لكم من قبل ما بيكفي انه اقول انا بان او سان او او يعني واكتب الفعل فعل واحد لا لازم اضيف كمان للفعل لاحقة تلحق بالضمير الشخصي لكل ضمير شخصي لاحقة تلحق بالفعل فالاساس باللغة انه لازم يكون عندي فعل او جدر الفعل زائد لاحقت الزمن زائد لاحقت الضمير الشخصي واليوم عندنا بالزمن الماضي لاحقت الزمن الماضي هي حرف د متبوع بحرف صوتي رباع يعني ض د د د د اضيف هاي اللاحقة مباشرة بعد الفعل في حالة الاثبات وبعدها بدي اضيف لاحقة الضمير الشخصي لكل ضمير شخصي قلنا لاحقة تعبر عنه مثلا رح ناخد فعل ونشوف كيف بيصير اضبطه مع البان مع اول ضمير عندي واهم ضمير اللي انا بحكي عن حالي دائما الضمير بان كيف بدي اضيف مثلا فعل ارى ارى اتصل تمام هو جدر الفعل جدر الفعل دائما يكون فعل امر فانا بدي اقول انا اتصلته بالزمن الماضي انا اتصلته ارى اضيف جدر الفعل تاني شغلا كنا من شوي انه اضيف لاحقة الزمن اللي هي مناسبة الى الارى ارى 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 بان ارى ضم بان ارى ضم متكون عندي هذا الفعل مثل ما قلنا الاساس هو فعل جدر الفعل زائد لاحق الزمن زائد لاحق الضمير شخصي جدر الفعل ارى لاحقت الزمن اللي هي اليوم عنه زمن الماضي ارى ضمير ليش اخترض لانو الحرف الصوتي او يناسب الحرف الصوتي او حصل قاعدة توافق الصوتي الربع اللي ذكرناه كتير كتير من قبل لاحقة الضمير الشخصي مع الضمير بان هي مي حرف الام تمام اضيفها مع اي فعل ارى ارى ضم انا اتصلتو مثلا الفعل تاني باك لي باك لي انتظر كيف قول انا انتظرتو باك لي دم باك لي دم المي ثابتة لحقت الضمير الشخصي ثابتة شلي يتغير باللاحقة الزمن فقط الحرف الصوتي تمام ارى ارى ضم باك لي باك لي دم مثلا اطور اجلس كي بدى اقول انا جلستو اطور دم اطور دم نفس الصوت ما رح اقول اطور دم اطور دم او ماز ما بتصير اطور دم نفس الصوت تمام اطور دم كمان الفعل قل قل لها معنيين ازا اجت بكاسم فهي تجي بمعنى وردة ازا اجت كفعل فهي تجي بمعنى اضحك قل كيف قول انا ضحكتو بان قل دم بان قل دم يعني اضيف بعد الفعل بعد جذر الفعل لاحقة الزمن اللي هي ضغم يعني حرف دم مع حرف صوتي رباعي زائد حرف الم مع الضمير بان بس تمام طيب كيف اضيفها مع الضمير سان انت شو اللي رح يتغير عندي مثلا بالافعال اللي اخدناها مني شوي فقط لاحقة الضمير هي اللي رح تتغير شو لاحقة مع الضمير سان هي حرف ني تمام يعني اشي الحرف المي مع انا اضيف حرف ني مع انت او انتي او كدار بسيط لهي الدرجة يعني هيك انه سهل كيف تقول مثلا بان اراضم انا اتصلتو سان اراضن انت اتصلتو نفس الشي فعل لاحقت ضمير عفوا لاحقت زمن زائد لاحقت الضمير الشخصي بان اراضم سان اراضن بان بكلادم سان بكلادن تمام بس اضيف حرف ني بدل حرف المي بان اطردم سان اطردن بان قلدم سان قلدن وهكذا اضيف دائما لاحقت الزمن ثابتة الفعل ثابت لاحقت الزمن ثابتة شو اللي يتغير عندي بين الضمائر فقط لاحقت الضمير الشخصي وكتير بسيطة مع الضمير بان اضيف حرف مي مع الضمير سان اضيف حرف ني نكمل مع بقية الضمائر بما انه سهلة فخلينا ناخدها كله بدرس واحد مع الضمير او او دائما دائما في كل الازمنة حصرا بس بكل الازمنة يعني ما له لاحقت ضمير شخصي لما بقول زمن غير لما بقول صيغة مثلا في ناس بتقول انه مائل ولاحقت ضمير شخصي ومع فعل الامر ضفنا لاحقت ضمير شخصي مع فعل الامر اسمه صيغة مو زمن تمام؟ صيغة فعل الامر اما هون عندي زمن فال او مائل ولاحقت ضمير شخصي يعني راح اضيف جذر الفعل زائد لاحقت الزمن فقط تمام؟ ارى اراد بس اسكت اراد هو اتصلة او هي اتصلت تمام؟ بان ارادم انا اتصلتو سان ارادن انت اتصلت هو اتصلة او اراد اشيء لاحقت ضمير الشخصي ما الو الاو تمام؟ فما يحتاج اضيف فهو جدا بسيط ياخد جذر الفعل زائد لاحقت الزمن او اراد هو اتصلة أو بيك لدي هو انتظر أو أطور دو هو جلسة طبعا هو أو هي أو قل دو هو ضحكة يعني وهكذا الآخر أنا عم أستخدم نفس الأفعال بس مش هنشوفوا الفرق يعني إذا أنتم عم تكتبوا معي فرح تشوفوا الفرق بين الضمائر بيصير هيك أسهل بالنسبة لكم أنه عم نطبق كل شي على نفس الفعل مع الضمير بيز اللاحقة الضميرة الشخصية حرفي الكي تمام كي كمان أضيف جذر فعل زائد لاحقة الزمن زائد حرف كي أرادك بيز أرادك نحن اتصلنا بيز أرادك نحن اتصلنا بيز بيك لديك تمام بيك لديك نحن انتظرنا بيز أطور دوك نحن جلسنا بيز قل دوك نحن ضحكنا بيز قال دوك قلتك يدك آجتك أي فعل بدنا يا أضيف كيف لحقت الزمن زائد حرف كي رح يصير الجملة انه رح يصير الفعل بالزمن الماضي مع الضمير بيز نحن نحن نجي للضمير سيز سيز كيف رح يصير أرادنز تمام شوي طويلة طيب بدنا نحاول نبسطها سان أرادن سان انت لحالك انت لحالك يعني وانت لحالك أرادن انت اتصلت انتو أرادنز تمام ضفنا حرف ربع عزائد زي للاحقت سان مشان يصير انتم بدال انت مفرد رح يصير تان انتم سيز أرادنز سيز بيك لدي نز سيز مثلا نفس الأفعال أطور دونس سيز قل دونس تسمعوا دعما كلمة هاش جالدنز قال فعل قال دينز انتم جئتم تمام هاش جالدنز مثلا هاش جالدن انت جئت يعني اهلا بك أنت هاش جالدنز اهلا بكم انتم اهلا بقدومكم يعني هيك معناتها الحرفي آخر ضمير عنا هو أون لار ودائما دائما لاحقت الضمير أون لار هي أولار أو لار تمام؟ اتنين يعني مو رباعية مثلا أرى دلار هم اتصلوا قال دلار هم جاءوا بيك لدي لار هم انتظروا أطور دلار هم جلسوا قل دلار هم ضحكوا هكذا تمام؟ مع كل الضمائر أضيف جدر الفعل زائد لاحقة الزمن اللي هي زائد حرف صوتي رباعي زائد لاحقة الضمير الشخصي اللي هي مع الضمير بان هو حرف ما مع الضمير سان هو حرف ني مع الضمير أو ما في لاحقة مع الضمير بيز حرف ك مع الضمير سز رح أضيف نز رباعية مع الضمير فهي بس اتنين لار او لار هيك بيكون حكينا عن تشكيل الفعل بالزمن الماضي في حالة الاثبات طبعا حصرا في حالة الاثبات اللي هلا أخذين في شغلة تانية أنا ذاكرتها من قبل قبل لما أخذنا قاعدة فستكتشهاب قلنا أي لاحقة باللغة التركية تبدأ بحرف D فلازم نجيب معها قاعدة فستكتشهاب اللي هي تقول إذا أجه بعد هدول الحروف يعني إذا كانت الكلمة تنتهي بأحد هاي الحروف فستكتشهاب إذا كان آخر حرف في الكلمة واحد من هدول الحروف وأنا بدي أضيف لاحقة تبدأ بحرف D فرحي الحروف وتخلي حرف D تغير إلى حرف T تمام؟ يعني بما أنه أنا اليوم لاحقت هي حرف D زائد صوتي رباعي فأنا بعد هدول الحروف كمان بدي أغير حرف D إلى حرف T والصوتي الرباعي يعني D رح تصير T D رح تصير T D رح تصير T D رح تصير T إذا كان آخر حرف في الفعل أحد حروف فستكتشهاب مثال عن هاي الكلمات مثلا الفعل ياب ياب يعني افعل أو يفعل أو افعل يعني بفعل الأمر عفوا بصيغة الأمر كيف بدي أقول أنا فعلتو أنا ساويت هيك أنا عملت هيك تمام؟ ما بيصير أقول ياب ضم ياب ضم اللفظ صعبة أن الـ P هي ثقيلة أصلا فما بيصير أضيف بعد حرف D يصير صعب اللفظ فأقول ياب تم ياب تم مثلا يميك ياب تم يميك ياب تم أنا أعددو الطعام أو أنا ساويت أكل أنا أعددتو الطعام طرعت الجملة غلط معني أنا ساويت أكل يعني بما معنى لاحقة الضمير الشخصي طبعا تتغيروا حسب الضمير اللي أنتو عم تحكو فيه متل ما أخدنا منه شوي بس لاحقة الضمير رح تتغير من ض زائد حرف صوتي رباعي يعني من حرف D زائد صوتي رباعي إلى حرف D زائد صوتي رباعي ياب تم تم تمام مثلا الفعل كونوش كونوش تكلم كيف بدي أقول أنا تكلمتو كونوشتم كونوشتم ما أقول كونوشدم تمام آخر حرف صوتي رباعي أقول كونوشتم بان كونوشتم سان كونوشتم أو كونوشتو وهكذا مع كل الضمائر فعل تاني مثلا كوش كمان كوشتم تمام فلما يكون الفعل نهايته أحد حرف صوتي رباعي متبوعا بلاحقة الضمير الشخصي نجي لحالة النفي كيف بدي أنفي هذا الفعل يعني بقول أنا ما رحت أنا ما جيت أنا ما عملت كيف بدي أعمل هاي الشغلة هون رح تكون أبسط قاعدة يعني حالة النفي رح تكون جدا بسيطة أول شي رح يكون عندي فعل جذر الفعل يتبع مباشرة أداة النفي دائما دائما أداة النفي تيجي بعد الفعل مباشرة شو هي أداة النفي بالزمن الماضي هي ما أو ما ما أو ما زائد لاحقت الزمن زائد لاحقت الضمير الشخصي بس لاحظوا هون انه لاحقت الزمن رح تتغير رح تختصر رح جدا تختصر ليش قبل انا بحارة اثبات كان عندي نشوي قلنا يا اما حرف دي زائد صوتي رباعي او حرف تي زائد صوتي رباعي بس بما اني انا ضفت للفعل ما أو ما اللي هي اداة النفي فما عد فيني اضيف اي لاحقة اضيف حتحسب قاعدة توافق الصوتي يعني الما رح تاخد د فقط والمي رح تاخد د فقط يعني ما رح يكون عندي فستق تشهاب لانه ما ومي نهاية حرف ا ا ا ا ا ا مو فستق تشهاب فراح يروح حرفتين في حالة النفي كمان رح تروح الدو والدو او يعني تختفي لانه ما عندي مو ومو عندي بس ما ومي يعني باختصار لاحقت النفي او صيغة النفي رح تكون فعل زائد مضي او مدي زائد لحت الضمير الشخصي مثلا ناخد الفعل آل تمام نغير الافعال شوي آل يبدي اقول انا ما اخدت ما اخدت الماء المضم المضم انا لم ااخد تمام الفعل زائد مضي او مدي هيك احفظوها بالنسبة الكنسير اسهل مضي او مدي فقط في حالة النفي ليش مضي لانه آل حسب قاعدة توافق الصوتي كمان الثنائية تمام حرف فقيل اضيف مضي حرف خفيف اضيف مدي آل مضي المضم انا لم ااخد آل مضن انت لم تاخد آل مضي هو لم ياخد لاحقة الضمير الشخصي دائما تتغير بس حسب الضمير مو حسب الحالة الاثبات او النفي او السؤال هي ثابتة بس تتغير حسب الضمير اللي انا احكي فيه شو اللي يتغير عندي عم يتغير لاحقة الزمن عفوا في حسب حالة الاثبات او في حالة النفي مثلا نشوي اخذنا الفعل كونشتم كونشتم انا تكلمته بدي اقول انا ما تكلمت فاضيف جذر الفعل كونش مضي او مدي راح اضيف مضي لان حرف صوتي ثقيل كونش مضي واقول لاحقة ما يتبعتي انا كونش مضم هيك كيف تغير اختفت التى في حالة النفي تمام في حالة النفي فقط اضيف مضي او مدي كونش مضم كونشتم في حالة الاثبات كونش مضم في حالة النفي وهكذا تطبقوها مع كل الافعال مع كل الضمائر فقط تغيروا لاحقة الضمير واضيفوا بعد الفعل مباشرة مضي او مدي اللي هي اداة النفي زائد لاحقة الزمن آخر صيغة عننا هي صيغة السؤال وكمان جدا سهلا رح أستخدم سواء السؤال المثبت أو السؤال المنفي رح أضيف الفعل مثل ما أنا بدي أعمله سواء في حالة إثبات أو النفي وأضيف بعده أداة السؤال هل هي مو 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 نرجع نتذكر أول أفعال أخدناها أنا ما رح أسأل حالي مثلا رح أسألي الشخص القدامي شخص مثلا لما كنا أنت أتصلت أراضن كيف بدي أقوله هل أنت أتصلت؟ أراضن مو تمام؟ أو كدار بسيط يعني بس أضيف أدعت السؤال هل بعد الفعل سان أراضن مو هل أنت أتصلت؟ سان بك لدن أنت انتظرت كيف بدي أقول هل أنت انتظرت سان بك لدن مو سان بك لدن مو وحتى فيني أحد فسان لأنه عندي حرف النا يعوض عنه بيكلا دنما هل انتظرتني بني بيكلا دنما في فعل دائما يستخدموا معنى الاتراك لما يحكوا معنى شو بيقولوا نفهمتو أنلا ظنما أنلا هو الفعل أنلا هو جدر الفعل أنلا ظن ض لحقة الماضي ني لحقتك أنت أنلا ظنما و م أدعت السؤال يعني هل فهمت علي شو بقول أنا يعني أجاب في حالة إثبات أو في حالة أنفي و إذا الشخص اللي قدام يقلي أنا ما فهمت بدي أنا أرجع أسأله هل أنت لم تفهم يعني فيني أستخدم السؤال مع الفعل في حالة إثبات ومع الفعل في حالة أنفي نفسه بس اضيف بعدهم اداة السؤال هل ان لضن انت فهمت ان لما ضن انت لم تفهم ان لضن ما هل انت فهمت ان لما ضن ما الم تفهم وهكذا مع كل الافعال هاد هو بكل اختصار الزمن الماضي انا حاولت اختصره فيديو واحد بيكون احسن هيك ما تتشتت افقائكم بين فيديو واحد مع الحالة النفي والاثبات والسؤال هيك بس هيك اسهل بس انه لازم تكتبوا كل شي عم تاخدوا يعني خصوصا للمبتدئين تكتبوا كل شي بورقة وكلم وتقعدوا تضبطوا الافعال اللي انتوا عندكم ياها يعني انا في فيديو واحد حوالس اعطي القاعدة فيديو الجاي رح يكون في جمل عن الزمن الماضي حصرا تمام رح تكون محادثة كاملة بين نازلتي تيزة وزينب بس بالجمل الزمن الماضي هلا انا بس عطيتكم تشكيل الفعل تمام يعني كيف بدي اشكل الفعل كيف بدي اعمله اما الجمل فرح ناخده بفيديو لحال مشان ما يصيروا فيديو طويل ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ان شاء الله يكون سهل وبسيطة عليكم اذا عندكم اي رأيي اكتبوا لي بالتعليقات لا تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو تشتركوا بالقناة اذا يسموا مشتركين وتظلوا خير دائما مع السلام تشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا